البديو ده نتكلم عن طبعا احنا قلنا ان الماشين ليرنينج بتنقسم الى نوعين اساسيين طبعا فيه نوع ثالث بس نوعين الاساسيين اللي هو سوبرفايز والانسوبرفايز النوع الثالث اللي هو اسمه ري انفورسمنت ليرنينج طيب بنسبة للسوبرفايز ليرنينج انا عرفت ان انا علشان اشتغل في الارغوريزم دي لازم يبقى شكل الداة اللي عندي عبارة عن فيتشرز و وليبل يعني لازم عندي شكل الابل بتاع لكن في الانسوبرفايز انا مش شرط يكون عندي الابل اصلا وهو بيبدأ يتضرب لوحده تمام فهنا مثلا بيكون عندي الفيتشرز سواء كان اكس واحدة او اكتر من اكس وهنا الوال دي لازم تكون جالي في الداتا ست فيها مثلا واحد اتنين تلاتة وهكذا يعني فيه 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 لكن في الانسوبرفايز انا بجاي لأكس بس هي فيتشرز بس وما عنديش وي وي دي مش موجودة خالص طيب ده الفرق مبدئين بين بالنسبة للسبرفايز ممكن نعمل وممكن نعمل الفرق من هي القيمة بتاعت ال Y لو كانت القيمة بتاعت ال Y يعني قيم محددة ساعتها بقولي أننا بعمل لكن لو كانت قيم ال Y يعني قيم ملهاش معين ساعتها بقولي أننا لألوقتي بعمل من ضمن الالجوليزم اللي بتعمل Regression Linear Regression والSVM والNeuron Network وهكذا الحاجات اللي بتعمل Classification في Logistic Regression كأبسط حاجة وبعدين برضو عندي الSVM ممكن يعمل Classification وهكذا ممكن النيف بيز والKNN طيب عايزين احنا خدنا قلينا Regression عايزين ناخد Logistic Regression كمسال Classification مبدئيا ده بس الفرق ما بين Classification والRegression ده أمسالة للLinear Regression ممكن أجيب أسعار المنزل ممكن أجيب درجات الحرارة بتاعت الوزر لكن في Classification بابعا عايز أقول إن الحاجة دي Spam أو مش Spam الCustomer ده عمله insurance ولا لأ هل هو مثلا الشخص ده بيفوت فور الحزب الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري ولا ايه وطيفر يعني بعند تلاتة Classes ممكن بعند اتنين ممكن بعند تلاتة لو في الآخر الPredicted Value عبارة عن Categorical يعني Specific Values 012 أو 0123 حتى 11 أو رقم معينة ساعتها بقول إن أنا Categorical والتالي إن أنا بعمل Classification لكن لما بيكون الPredicted Value عبارة عن Contour ساعتها بقول إن أنا بعمل Regression طيب لو أنا عندي مثلا داتة زي كده مديني الX بتاعتي عبارة عن الH بتاع الشخص والY بتاعتي عبارة عن أنا بعمل الشخص دي أعمل له insurance ولا لأ أو يعني هو برضو عنده insurance ولا لأ فدي data دي ودي ال labels بس تقول عليها labels اللي هي true labels أو الحاجات اللي موجودة أصلا في الترين المفروض إن أنا عايزة باستخدام ألغوريزم ما أتعلم الداتة دي بحيث إن هو ممكن يجيلي في مرة يقول لي لو الشخص عنده ستين يبقى هو ده تتخيالي كده ممكن يبعنده insurance ولا لأ أو نعمل له insurance ولا لأ فبيبقى given إن أنا تعلمت بشكل معين قدر أجيب أقول لك في إيدك فدي اسمها training data وفي مرحلة من المراحل يبقى عني test data عبارة عن X وبيبقى عايز يعرف Y يعني دي X ودي Y مش عارف كمة Y وبيسألني عليها لكن X بيكون مدهالي والنفض مثلا قال لي إيد جمعين والنفض 20 سنة يسألني لو شخص عنده 20 سنة ممكن insurance بتاحت يبقى عنده insurance ولا لأ فدي مسألة مثلا معينة فالجيستي جريشن بحلها إزاي أول حاجة بس الأول خلينا نرسم السامبلز دي هنرسم السامبلز اللي هي موجودة في الجدول اللي فات ده اللي هو دي على الX اكسس يبقى الage والY اكسس يعبارة عن بيهاف insurance ولا لأ فلو جيت أرسم بحيث يبقى عندي الX اكسس موجودة هنا موجودة فيها ده اللي دمعين وتقول عند سريشل دمعين كده وتقول إيه إن كل السامبلز اللي بعد مثلا النص هبدأ أقول إنه تبع class 1 واللي تحت النص تبقى تبع class 2 فبعمل classification يعني ببدأ أقول إنه كل السامبلز اللي في الرنج ده ب1 وكل السامبلز اللي في الرنج ده ب0 وطفر السريشل للتاح يعني لو جات كان جالي سامبلز موجودة على الكيرف كده هقول على السامبلز دي نتبع class 0 طيب الكيرف ده جيمني جيمني إن أنا عملت حاجة زي كده وي بيساوي 1 على 1 زائد E توزا باور ماينس Mx بلاس بي أنا حطيت معادة الخط المستقيم كباور للإي الإكوشن دي يعني عشان أجيب كيرف بعمل الإكوشن دي والإكوشن دي اسمها سيجمويد لو عايز تجيب السيجمويد أو في السيجمويد أو في الآكس أو في زد مثلا بتساوي 1 على 1 زائد E توزا باور ماينس زد تمام عايزة أرسم كيرف ببيستفات الداتا بحيس إنه هو يعرض لي إن أنا عندي 2 classes بس 0 و 1 وممكن أعمل بستريشل دي اسمها سيجمويد أوكي طيب فاللاحظ من الإسم كده linear regression وlogistic regression اللي لتنين وقت دي regression في حين إنه logistic ده أصلا classification لأنه ضمنيا بيأخذ معادة الخط المستقيم عنده فهو برضو بيعايز يعرف البرامة بتاع خط المستقيم اللي هو الام زائد البي أو الام والبي يعني فهو أشبه من الregression بالإضافة لأن regression يعتبر logistic regression يعتبر حالة خاصة من regression لو اعتبرنا ال-predicted value continuous عوى لكن ليه small number of values يعني هو لو values بس أنا بقول لي 0s 1s بس فال-classification problem is just like the regression problem except that the values of why we know we now want to predict take talk only on a small number of discrete values يعني هم بيكلم على عدد صغير من ال-discrete values لو قلنا ال-continuous values اللي عندي عبارة عن 0 1 فخلاص يبقى أنا كأن regression صحيح كده فيعتبر ال-logistic regression أشبه من ال-regression شوي لأنه أولاً بيجيب curve بيبست fit data رقم 1 ثاني حاجة لأنه بيستخدم معادة الخط المستقيم عشان يعمل حاجة زي كده ونفس معادة ال-regression ثالت حاجة لأن احنا ممكن نعتبر ال-regression أو ال-logistic regression special case من ال-classification لو خدنا continuous values رنج بتاعها يكون small وهو 0-1 بس طيب دي أمثلة من ال-classification problem اللي ممكن أقول إن ال-email ده spam ولا مش spam التي يوم مقدم ها legitimate ولا بنigd اللي هو يعني الشخص ده الورم ده لقدر الله خبيص ولا حميد وساعتها دائما عارفة إن ال-Y بتشيل values بس من 0-1 بحيس أن 0-0 معناها negative class وال-1 معناها boost class boost يعني عنده الورم الخبيص وnegative يعني عنده ورم حميد أو ورم يعني غير مؤذي طيب طبعا إحنا اتفقنا إن أنا بريبزنت الداتا اللي عندي كمش line يعني لو هو ك regression linear regression أعتبره كline بس إحنا خلاص اتفقنا إن إحنا نعتبره أحسن حاجة إن أنا عملها كcurve لما عملها كcurve إحنا قلنا طبعا دي ال-x ودي ال-y ده لو أنت بتشتغل في الداتا الأصلية طب لو أنت عندك مثلا بتتضرب فيبقى دي x ودي h of x عايز تحسب h of x فتبقى h of x بتاعتك لو كانت كمة بتاعتها أكبر من النص يبقى y عندي b 1 لو أقلم النص يبقى y عندي 0 طبعا ممكن ال-x دي تربرزنت إحنا كنا فوق في المسائل أواني بتاع ال-age وال-insurance هنا ممكن ال-x بتاعتها تربرزنت لو حجم الورم كان كبير أو صغير لو كان حجمه صغير يبقى أنا class 0 لو أنا حجمه كبير يبقى class 1 عشان أشرح الدنيا كويس بقول إن السجمويد function دي بتربرزنت ال-probability يعني لما أجي أقول كده السجمويد السجمويد of z بتساوي 1 على 1 زائد e توزبور minus z مبدعيا z دي بتساوي ax plus b أو معدل الخط المستقيم سوحنا بقى نقول wx plus b أو أي حاجة بقى ممكن نقول ax plus b أو wx plus b المهم كل البرامة ترزيل لنا بساعدم عشان نعمل line أو الكير في الآخر والسجمويد دي بتربزنت probability بتربزنت أصلا probability تمام والprobability دي القيمة بتاعتها لو كانت أكبر من z لو كانت أكبر من أكبر من أو يساوي النص بساعدتها بقول أننا تابعة كلاس معين ولو كانت أقل من النص بساعدتها بقول أننا تابعة كلاس تاني هنا مثلا ده كلاس 1 وده كلاس 0 فلو أنا هنا مثلا أبقى 1 لو أنا هنا أبقى 0 هي دي ال function بتحتي probability of y equal 0 given x أو given features بتسوي حلالياته زبور wx plus b تمام يعني minus wx plus b لأن x يعتبر z بتحتي طيب خليني أشوف طيب لو فردنا أن أنا كنت حالت بال regression وكان عندي samples تمام لو نفتكر في الفيديو اللي فات كان عندي x feature وبعد كده y label وبعد احتررت أن أنا أحسب حاجة اسمها H of x اللي هي predicted label given equation معين هل طبعا الhfx بتساوي ax plus b فالhfx عندي هنا بتساوي 1 على 1 زائد e زبور minus x minus wx z b طب مين الw ومين الb طبعا هبدأ initial بالw بقيمة والb بقيمة مثلا الw بتساوي 2 من 10 مثلا والb ب5 من 10 أي رقم يعني هنشوف احنا الx عندنا بكام مثلا دي بعشرة لو tumor size او اي حاجة وهنا 0 والtumor size كذا اي حاجة اي حاجة بحسب الhfx لان انا عرف الx وعرف ال a عرف ال w وعرف ال b وحسب ماسيماتيك هلا احسب دي مثلا 6 18 دي مثلا موافرة 7 18 اي حاجة هاعرف بقى منين ان انا دلوقتي اللي انا عملته ده صح والغلط يعني ال initial values دي صح والغلط بضطر ان انا احسب loss function loss function بت represent error اللي ثاني كولم هاحسب الايه loss function او error error ده بتجاب من ال equation دي ال equation اسمه maximum likelihood estimation بنضرب ال y فاللين h of x زائد 1 minus y لين 1 minus h of x يعني ال h of x بتاعتك اللي انت بتجيبها اضربها في y اللي هي ال 18 اضربها في الزيرو مثلا عندي هنا الزيرو هضربها في ال 18 وبعدين اجمع عليها 1 minus y اللي هو ال 1 1 0 روليا واحد اضربها في الفرق بعد 18 ب 14 من 10 هيدين رقم هيبقى هو ده الرقم بتاع السيل دي تمام اكرر طبعا نفس الامالية على كل السيل وفي الاخر هطلع لي التوتال التوتال بتاع الخلية دي ده الخلية دي كلها على كل هيبقى لها ايه هيبقى لها توتال التوتال ده هو ده انا بتكلم في اللو الرور ساوي sum بتاع y of n h of x زاد 1 minus y l 1 minus h of x وبعد طبعا ده في واحد على سلب a m ال w دي بتريبزينت ال number of اله البرامتر والم هي ال number of samples واللي تشوف x هي ال predicted label اللي حسبته في ال الترشن الحالية given البرامتر اله ال 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 بعد ما بحس بال error ببدأ ان اقول ان انا عايز اغير ال 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 اغير ال 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 اخش في اترشن تاني بابدأ اجيب ال w جديدة given rule معينة واجيب ال big جديدة given rule معينة ما كنا بنجيبها في ال regression وبعدين ابدأ اشوف اترشن تاني وانا في ال 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 كنت ب minimize الج of theta or minimize the loss function وبالتالي يبقى عند new theta بتساوي theta ناقص alpha في differentiation بتاع او بستخدم الطريقة اللي هي الطريقة ان انا جيبي ال stack جديدة بالنها للتساوي القديمة زائد learning rate مضروب في ال equation دي طبعا ال equation دي لها derivation زي بماكسمايز loss function او بمامايز loss function دي لها derivation بشكل معين يعني اللي علاقة بتفاضل خلينا نبقى نقولها في في فيديو تاني دي بس شرح شوية اللي هي the function f z بستوحد على eto bar minus z z z دي مين هي عبارة عن line equation لان انا عملت tuning line خليته curve مفروض انا عند line هبدأ اعدله او انا هعمله tuning يعني الاثو زبارة minus z بتساوي z هي d يعني y d d z تمام فانا عندي z بيتساوي b1x1 زائد b2x2 زائد bkxk زائد a يعني كان انت معندك مثلا ax plus b او عندك معادل خط مستقيم بحيس ان انت عندك feature واحدة وانت محتاج تعرف coefficient بتاعت x و الانترسيبت لو عندك اكتر من x التالي طبعا بقى عندك اكتر من coefficient لكل x دي في الاخر معادلة general لخط المستقيم ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من feature هاخد المعادلة دي كلها حطها مكان z هيبقى عندي كده واحد على واحد زائد a minus b1x1 زائد bkxk زائد a مهم دي sigmoid function حتى وقتين هذا العرفة ال b والعرفة ما عرفش غير ال x بس ما عرفش ال b خالص ان هو بيديني طريقة اعرف بقى المعادلة حيث ان لو جال واحدة جديدة قدر رحضتها في المعادلة جيب خيمة يعني طيب ان جنرال برضو بيساوي جيبن كل هيساوي واحد على ايضا باور مش عارف ايه الكلام ده وابدأ اشوف موضوع وانا احدد بتاعي يعني لو كان اكبر هيبقى class 1 لو كان اقل هيبقى class 2 طيب ده برضو شرح تاني لل logistic function sigmoid function نلاحظ دايما sigmoid function output بتاعي مبقود ما بين zero والone وما بيزيتش عن zero وانحن عشان كده بنقدر نعتبر الresult تعال sigmoid يعتبر بrepresent probability لان البروباليس دايما بيكون القيم بتاع تهم بين zero وان طيب هنا ال g of z بيساوي واحد على اتو زبار منس z يعني لو فرضنا نديل z فدي ال g of z وهي اعتبر ال h of x وهي اعتبر y predicted او y المش true يعني اللي احنا بتخدمها في الترينج اللي انا عمل اتنبأ بيها يعني طيب ف f of x بيساوي g of w x plus b بيساوي حلقة w تمام طيب خلينا ناخد ارقام مسلا معينة لو انا عايز اقول ان احتمال ان الشخص دي يكون عنده اه بتساوي واحد على واحد زائد ايتو زابور ماينس بي ون في اه الفيتر الاولاني زائد بيتو في الفيتر التاني زائد بي سري في الفيتر التلات زائد اي الفيترز دي انا عشان حد شخص دا عنده لازم بص على شنه ونوع وزا كان ميل او في ميل وانه بيدخل او ده لأ فلو فرضنا ان انا بدأت الدنيا انشيالي بكوفيشنس معينة بحيس ان الكوفيشنس بتاع ال ايتش باربعة من مية والميل بسبعة وتمانين من مية والسموكة بواحد اربعة وتلاتين والايت تحت كانت سري باتنين وتلاتة وسبعين عايزة اعوض في المعادلة بقيم بقى انا خلاص عرفت الجزء ده عايزة اعوض بقيم ال ايتش والجندر والسموك طبعا انا لما باجي اضرب رقم في اضرب رقم في حاجة فمش اضربه في تيكست اكيد اضربه في رقم فلازم نحور كل الدنيا عند الارقام ال ايتش طبعا رقم ال جندر ممكن تخلي zero one والسموك zero one فممكن اقول مثلا عندي هنا الجندر ميل وفي ميل فنشوف مثلا ممكن نخلي في ميل يبقى zero والميل يبقى one وبالتالي يبقى عندي اربعة واربعين في خمسة وخمسين زائد سبعة وتمانين في زيرو زائد واحد واربعة تلاتين في واحد ناقص اثنين وثلاثة وسبعين لان انا عندي ال ايتش بتاعه خمسة وخمسين والجندر بتاعه في ميل في حاجة زيرو والسموك بيدخن فتلاقي لي رقم اسمه 69 فانا عندي 69 في المية احتمال ان الشخص ده يكون عنده المرض هيو ده معنى الايه الحاجة دي وفي النكس تستاب ببدأ ان انا اغير قيم الاول بيه طيب لو عايزين ناخد مثال اه مش مش هنخش في مرحلة ال اتريشن عايزك ان انا بس بستضمي بس هنا بقول لي انت عندي جدا ده ست بتعبر عن اه ان الناس اللي هي باص وفيل في اجزام معين بس طبعا لخمسة اشخاص اه جيفن ان انا الفيتشر اللي عندي الطلبة دي هتذكر كم سيعا تمام اه فانا عندي مثلا لو في حد ذكر 29 او 15 او 28 او 39 الشخص ده يبقى باص اه طبعا ناخد بالنا ان ان هو اه لما بنيجي ناخد فيتشر معينة في بروبلم معينة ناخد بالنا ان اختيار الفيتشر بيأثر وكمان ان ممكن يكون فيه فيتشر تانية انت النشطها وما حطهاش عندي بالجدل وبالتالي هي تأثيرها ظهر بس اه بس انت مش شايفها انت مثلا عندك اللي هو 29 وزيرو و28 وان يعني مفروض واحد ذكر 29 مفروض ينجح وانا 28 و اه و اه و اه ده ما انجحش وده نجح وطبعا ده حقيقة غريبة لان اكيد فيه فيتشر تانية اه اه اتجمعت مع الثمانية وعشر يدتني ان هو ينجح وهنا ده ممكن يكون بيذكر 29 ساعة وبياخد بريك في النص ومش عارف ايه او 29 ساعة ومشغل اغاني 29 ساعة ومش عارفة بيعمل ايه فمش فمش بيور 29 ساعة 29 ساعة يعني تمام فممكن يكون في فيتشر تانية هنا احنا منتجهلينها وبالتالي مؤسرة معناها في الدات المهم يعني ان ببساطة انا عندي خمسة خمسة طلبة كل واحد فيهم بيذكر على ساعات معينة ويه بديلك اه وانا عرفت معلومة ان هو ده لو اذاكر كزا هي سقط فده اخره لازم يذاكر 30 او 35 ساعة هو ده نظام وكده يعني وفيه ناس تاني ممكن يذاكر تماما وشيب تنجح عادي يعني اه طيب اه فخلينا نشوف وهنا بيقول لي كالكوليت زي بابلته اوف 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 يعني لوش لقيت شخص بيذاكر 35 ساعة احتمال ان هو هو دلوقتي يكتب لك هنا ان هو واحد ان هو هينجح بس انا عايز اعرف الاحتمال احتمال قد ايه اه والتاني حاجة ان لو قلت لك ان الشخص ده عنده 99% انه ينجح يبقى هو بيذكر كم ساعة فطبعا خلينا نشوف حاجة حاجة اه لو عشان احسب بابلته ان هو هيعد ولا لأ اللي انا عارفاه ان اه ان عادل ساعات 33 فالبي بيسا واحد على ايتو زبور ماينس زد الزد عندي هنا بتربريزنت الاكس بتاعتي اللي هي الثلاثة وثلاثين ساعة يبقى ماينس اربعة وستين اتنين في اتنين وثلاثين الماينس اربعة وستين ديه الايه لان اصل عندي اسمها ايه اكس بلس بي الازد عندي تساوي ايه اكس بلس بي بتساولي الازد عندي بتربريزنت الاكس اوكي. ف دي اه انا عندي اه الزد بلس بي. يعني هي المو kannst بس بتختلف عشان احنا من 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 Jeez بيشرح في كتاب معين وحد بيشرح في كتاب تاني بس هو يعني بتساوي حد ايه تسابور ماينس اه زد مهام طبعا الزد دي اه الزد بتساوي مثلا اه بتساوي ايه اكس بلس بي اوكي ال اكس بكام ال اكس ب 33 بحط ال ايه اللي عندي اللوام الدهالي قلي ده هي بالاتنين ويقي انشيا اللي بتساوي سالب اه اه ستة واربعة وصوتين فيبقى اسمها سالب روع وصوتين زائد اتنين مضروبها في 33 بها سكده يبقى هو ال ايه وال بي دي هم بديهم بالقيمة دي هو كزا تبدو بيساوي بيديني ان هي بتساوي كده ده ال ايه وده ال بي او ايه اكس بلس بي او بي اكس بلس ايه يعني المهم من ده المعامل للاكس وده المعامل التاني اللي هو يبقى الزد بيساوي اه الرقم ده وفي الاخر هطلع لي ماسيماتيك هطلع لي باتنين يبقى هيطلع لي تمانية وتمانين في المية يبقى اه لو الشخص زاكر تلاتة وتلاتين ساعة فهو عنده احتمال تمانية وتمانين في المية ان هو ينجح يبقى ان شاء الله ينجح يعني اكيد طيب يعني بنسبة كبيرة اول طيب السؤال التاني وهنا بيقول لي لو انت عرفت ان الشخص ده عنده خمسة وتسعين في المية انه ينجح هو بيذكر كم ساعة فانا طبعا عارفة ان برضو ان بي بيساوي حدل يدوز وبرماني زد يساوي خمسة وتسعين في المية اللي هو ايه اللي عليه فماسيماتيك هلاحل بحيث اوصل للزد ده مسلا عندك ضربت رقم ستين هيبقى خمسة وتسعين في المية في واحد زائد ايتو زبار ماني زد هدخلها يبقى عندك خمسة وتسعين في المية زائد اه خمسة وتسعين في ايتو زبار ماني زد بيساوي واحد اه هجيب ايتو زبار ماني زد الوحدة يديك مسلا اه الرقم ده اللي هو ستة اتنين خمسة اتنين ستة من الف هنقول من مية اه عشان اجيب الزد الوحدة اه باعمل لن للطرفين لن هنا ولن هنا فلن i تصابير مينز زد بيستوي لن الرقم وانا عارفة ان اي تصابير اكس وبالتالي هيبقى عندي ال هيتساوي النتيجة دي ومينز زد هييتساوي يعني اللن بيشيل الاي ومينز زد بيستاوي اللين الرقم هيتلع لمسلا الاناتين وربعه وتسعين دي الزد وانا اصلا عارفة ان الزد خدر البرض بيكون بعدها عادي ونقصة عارفة ان الزد بتساوي اه اكس بلوس بي اه فتشوف الايب كام والبيب كام وضربها في السوري انا انا الزد 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 بيتساوي ده ساعة كده هتحل المعادلة بحيث تكب كونت الاورز او الاكس يعني هتطلع لك مثلا 33 و 37 يعني الشخص ده لازم ازيك 33 و 37 دقيقة 33 و 37 دقيقة عشان يبقى هو عنده نسبة نجاح 95% دي برضو المسائل دي من غير ما خلش باي طيب السؤال بقى هل بيشتغل مع يعني بيشتغل مع الفكرة ان هو اساسا بيشتغل مع بس بتصرف يعني ممكن نخليه ده ريشتغل في ملتي كلاس كلاسيكيشن بس خلنا بس الاول اللي اعرف ايه هو البينار كلاس و ملتي كلاسيكيشن البينار كلاسيكيشن هو ان انت عندك ال yes او no true or false هيشتري او مش هيشتري حاجة بس ركامين اتنين بس لكن الملتي كلاس ان انا عندي ثلاث يعني اكتر من اتنين يعني ملتي كلاس يعني اكتر من اتنين ممكن يبقى الشخص ده هيامتخب بقاني حاجة الحزب ده او ده او ده ممكن عايزك اعمل مثلا للصورة تبقى داخلها هي زر والون و طول سري يعني عايزة اعمل ممكن يبقى عندي عاشرة كلاسيكيشن فمش لازم يبقى عندي اتنين بس فلما يكون عندي اكتر من اتنين بس اميها ملتي كلاس تمام طبعا ممكن يبقى عندي الشخص عايزة عارف زي كان ميل ولا في ميل ده باني كلاسيكيشن لما عندي فروط معينة عايزة عارف هي جريب ولا اورنج ولا قبل ولا بنانا هيبقى انا عندي اربعة كلاسيز يبقى بعمل ملتي كلاسيكيشن بروبلم اللوجستيكيشن عشان يبدأ يشتغل في ملتي كلاس لازم اغير سجموية فونكشن وخليها صوفت ماكس فونكشن ليه بغيرها صوفت ماكس فونكشن لان الصوفت ماكس فونكشن دي بتطلع ما بين زيروس والونز بس بحيث يكون مجموعهم بيسو واحد وبالتالي فانا ااخد اللي لها اعلى قيمة وهقصين السامبل دي اللي هي اصاده يعني فمثلا اولا سام اول بروبيلتز اللي هي 922 مش هتتطلع لي واحد دي معلومة في الصوفت ماكس معلومة التانية ان انا بكلاسفاي بيست على الموست بروبيلتز الموست بروبيلتز بيكتشر از انا قبل منين جت من 98 فبغير الحاجة الملتي كلاس وحاجة كمان بغيرها هو ان انا ببدأ بصتي على البروبليم بتاعتي لان هي binary برضو binary برضو ازاي يعني ببدأ اعمل حاجة اسمها one versus all او one versus one يعني ببدأ ان انا اقول ايه بص انا عندي سامبلز عندي سامبلز كتيرة وكل كلاس وكل سامبل فيهم مثلا x ودي ال y ولي السامبل اللي هليبل بنفرض مثلا دي ابل ابل دي بانانا دي اورنج امام بدل كل واحدة فيهم كلاس انا عندي كلاس كتيرة فبقول مثلا الابل zero والبانانا one والورنج two وكذا وكمل بقى الاخر ببدأ في عشان logistic يحل مشكلة زي كده هو ما بيشتغلش غير binary ببدأ يعمل ايه بقول لك اوص هتلك كلاس رقم واحد اللي هو القبل شوف لي فين سامبلز اللي هي كلاس واحد ادل اكس وادل واي ما عنديش غير سامبل واحدة اللي هي قبل فتخلي الموديل شكل الكلاس الاولين عامل ازاي تمام وبعد كده ببدأ ااخد السامبلز التانية نفس السامبلز قصدي وهتبقى هي اكس وي واشوف بقى انا كنت عايزة مثلا اللي قلنا القبل هاخد البنانا بخلي البنانا هو الكلاس بتاعها واحد اي سامبل الواي بتاعتها بتعبر عن هي بنانا بخلي بتاعتها وان واخد الكون الباب بزيرو دي مين دي قبل اي قبل سامبل هتقبلني هخليها وان وده اي اورنج سامبل هخليها وان مهم وبعد كده برضو باجي على قلنا ايه قبل وابل وبنانا مش عارفة اورنج مثلا ببدأ اشوف الاورنج ده ادي اكس ودي واي الاورنج ده كان معين فببدأ اخلي ان الاورنج ده وان وباقي كله اللي زير انا بيجي لي سامبل غريبة عارفة الاكس بتاعتها بس مش عارفة الواي اللي هو مثلا وانا نفرض السياس بتاعها color بتاعها اي حاجة فالسياس بتاعها او color او اي feature يعني لو ديت لها رقم كده فانا باخد السامبل دي ادخلها على وادخلها على وادخلها وادخلها على وطلع probability بعدين بقى بطلع الحاجة اللي لها maximum probability حسنا حسنا يعني يعني لها طريقة ممكن نشرح في فيديو الواحد ويعني بس فكرة ان logistic regression ينفع نشتغل في multi class اه ينفع بس بشارة تعمل حاجتين اول حاجة ان انت بتخلي soft max بتبدل صفت max plus ان انت بتشتغل one versus all or one versus one ان انا بتيح لنفسي ان logistic regression يبوست على class واحد ويخلي البيئ كله class تاني مش ما يقولش بعد class one two three لا كله class معين وانا class طيب اتمنى بس الدين تبقى واضحة شوية يعني ايه هو logistic regression وانه اعتبر classification algorithm وانه هو لازم تكون categorical شبه linear regression في فكرة curve وبيستفيد ال data بس هو مختلف عنه فكرة stretch ودي امثلة و ال HPEX لازم تكون اكبر من كذا اقل من كذا تنتبه للكلاس معين نبدأ تحسب في لحظة من العزاء loss function او error function عشان ابدأ احسب بعد كده new values من theta طيب بس وقلنا طبعا logistic regression متستخدم معادة الخطة المستقيم في بنائها وبالتالي فlogistic regression اقرب للinear regression عشان كده جيه الاسم ان هو اسم regression برضو بس وخدنا مثال بطيالي خدنا مثال من الاول للاخر على فكرة على فكرة logistic regression وخدنا فكرة ان logistic regression ممكن اشتغل في multi-class classification بشرط ان انا حاول stick mode لsoft max وان انا استخدم اللي هي one first اول او one first ازر تمام ان شاء الله نتابل في فيديو تاني مثال ازر انتابل في احد ازر 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 ازر